كيف نفسر تكرار هذا القصف على حق الكورمور الذي تديره شركة داناغاز الإماراتية بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك ولكل مشاهدي قناتكم الكرام بالحقيقة مجاميع إرهابية وميليشيات منفلتة تعمل خارج طار الدولة تنتشر في هذه المناطق وتقوم بقصف حقيقة حقول النفط طار وقصف مراكز أو قواعد للقوات الأمريكية في كردستان حقيقة هذه الميليشيات المسلحة الدولة غير قادرة على ضبط إيقاعها تماما وهي غير قادرة على ضبط سلاح هذه الميليشيات طالما ندينا بهذا الموضوع كثيرا الشركة العاملة في ناحية قادر كرام التابعة إلى قضاء شمشمال شركة دانا الإماراتية حقيقة هي من أكبر الشركات العاملة في المنطقة وتقوم باستثمار حقول النفط وحقول الغاز لطالما هذه الميليشيات المسلحة العاملة في محافظة صلاح الدين وعلى مقربة من ناحية قادر كرام يعني تستخدم حقيقة هذا الأسلوب مع جميع حقول النفط الموجودة في صلاح الدين وهي تقوم بسرقة النفط بين الحين والآخر وسرقة الغاز ويتم تهريبة وأمام أنظار القوات الأمنية بين الحين والآخر ونبهنا عن هذا الموضوع كثيرا هذه المجامع الأرهابية تستهدف آبار النفط في كردستان وتستهدف آبار الغاز أيضا القريبة من مواقع عملها في محافظة صلاح الدين يعني منطقة قادر كرام هي قريبة من محافظة صلاح الدين وهذه منطقة متموجة وعرة جدا حقيقة هي تكون مناسبة لإيواء هذه المجامع الأرهابية تقوم هذه المجامع الأرهابية باستهداف مواقع الغاز ومواقع النفط بين الحين والآخر لأغراض سياسية تارة ولأغراض اقتصادية تارة أخرى هي لغرض إجبار هذه الشركات على التعامل مع هذه الميليشيات خارج إطار الدولة وهذا حقيقة أمر يعني يضرب سيادة الدولة عرض الحائط تماما هذه الميليشيات التي تعمل بأجندات أجنبية واضحة جدا لا تنفذ أي أوامر للجهات العراقية ولطالما حقيقة نبهنا عن هذا الموضوع كثيرا هناك حقيقة صهارج من النفط والغاز تخرج يوميا عبر الحدود تقودها هذه الميليشيات وتمر من السيطرات وتم تصديرها إلى خارج العراق هذا موضوع حقيقة خطير جدا هذه الميليشيات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة حقيقة لديها مكاتب اقتصادية في مركز المحافظة وتأخذ حقيقة حصص وتأخذ خوات من أغلب الشركات العاملة في هذه المحافظة ونبهنا عن هذا الموضوع كثيرا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر